السلام عليكم المتتبعين اليوم ما جيتكم بعرض للشقة جميلة وكتواجد في موقع جد ممتاز قبل ما نبدأ في التفاصيل ديالها كان بغن نشكركم على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم وعلى الكلام الطيب لدائما كتقولوا في حقي شكرا لكم قبل ما نبدأ في التفاصيل ديالها الله يجازيكم باخير إلي عجبكم المحتوى وبعليكم كيستحق تشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبرتاج للقناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تحمل فائدة كيما كتشوفوا معايا هذه الدخلة ديال الاقامة اقامة قية محروصة كيلا سانسوغ بالنسبة للشقة شقة جد ممتازة عندها جوج واجهات معايا إلا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات كيلا كاف كيلا البلصة ديالسيارة ديالكم على بركة الله كيما كتشوفوا معايا هذه هي البرتما اللي غادي نشارك معكم اليوم ما شاء الله برتما جيد ممتازة على لون تخيك اللقاء سيجور سبارك الله كبير يعني قد سالون كيما كتشوفوا معايا انفاس معاكين سالون كبير فيها جوج تلبيوت وصالون تبارك الله كبير فيها سيجور تبارك الله كبير والاكويزين وفيها جوج حمامات المهم تبعوا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات بالنسبة للشقة ره متراج كبير وانا غادي نذكر معاكم المعلومات والتفاصيل بخصوص هاد الشقة واللي بغيت تواصل معنا يعرف معلومات كتار مرحبة بالنسبة للشقة عندها جوج واجهات كتتواجد في لاجيروند الناس اللي مهتمين بشوقاق في لاجيروند جاج قريبة من جميع المرافق كل شي كين حداك بالنسبة للمواصلات يعني ره كل شي متوفر قريبة العين الثياب قريبة القارج علال قريبة الحبوس كل شي كين حداك كما كتشوفوا معايا شقة ما شاء الله اللي بغيت حتى بالفرج ديالها مرحبة شقة جيد ممتازة ما شاء الله سيد سبارك الله حتى تحقها في الإصلاحات وكل حاجة في بلاستها هذه الكوزين سبارك الله كبيرة ما شاء الله وحتى الثامنة راه جيد مناسب بمقارنة مع الموقع سوف تتواجد الشقة ونعود معكم للمعلومات بخصوص هات الشقة هذي تتواجد فيلا جيرونت قريبة من جميع المرافق كل شي كين حداك بالنسبة للمواصلات المواصلات متوفرين بالنسبة للشقة تتواجد في التروازية ميطاج كيلا سانسور يقام نقية محروصة كين عندك البلاسة ديالك ديال السيارة فيلا كاف بالنسبة للشقة فيها مية وخمسة متخ شقة جميلة عندها جوجوجيهات بالنسبة للشميسة على طول النهار وبالنسبة للشقة ستطلب فيها خمسة وتسعين مليون قابلة للنقاش اللي بغي يجي شوفها مرحبا معلكم إلا تواصله معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم أسفل فيديو معلكم إلا تتبعوا لفيديو من الأول حتى الأخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هات الشقة هذه بالنسبة للشميسة كيما قلت لكم رهم شمسة احنا رح صورنا يعني تصوير ديال العشية وكان الجو ديال شتادك الشي لش ما بينش ليكم شميسة داخل الطار شميسة من صباح تلعشية بحكم أنها عندها جوج وجيهات اللي بغي يجي شوفها مرحبا معلكم إلا تواصله معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم أسفل فيديو كما كتشوفوا معي السباقة ديال الخيال هاتي غرفة النوم بالنسبة لغرفة النوم رفيها البالكو وكان واحد للمساحة كبيرة يعني اللي بغي يستغلها غادي استغلها نتمنى يا رب نكون عد حسن الطن ديالكم ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة ويلعجبكم المحتوى متنسونيش من الجيمات والبرتاج للقناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة وترجعون حتى انا حتى اكتروا نزيد نجيب لكم الجديد وراه دائما كيل الجديد ودائما كين ببرتماش في متناول الجميع ان شاء الله غادي نشاركها معاكم كما كتشوفوا معايا هنا كين عدنا البالكو وكين هاد المساحة يعني رتبرك الله مساحة كبيرة اللي بغي يستغل هاد ريسينج هكارة جي ممتازة ودعبا غادي نطلعوا السطح باش نشاركوا معاكم السطح ان شاء الله وبالنسبة السطح السطح مشارك يعني جميع السكان ديال هاد الاقامة هادي كما كتشوفوا معايا هذا السطح وهذا المحيط ديال الشقة ديالنا كنتمنى نكون في التكومة لو بشي حاجة بسيطة الناس اللي يتواصلوا معايا في الواتساب والله يجلسيكم باخير اللي ما جاوبتوا شي عيات لينا ولي خلي ايه ميساج في الواتساب راها غادي نجاوبكم ولكم عارف ان كي كنت تغطع الواتساب تكشي عش ما كان اقترش نجاوب الناس كاملين كان هدا هو لفيديو ديال اليوم كنتمنى ان نكون عند حسن الطن ديالكم ونكون خفيفة على قلوبكم يا رب وراه كين برد ماتي ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في متناول جميع الله يسهل للجميع يا رب الله يسر الامور للجميع والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله نتمنى ان نلقاكم في احسن الاحوال يا رب اشتركوا في القناة